اهلا باش مهندسة اهلا ازاي حضرتك انا الحمدلله كويسة انت فعلا مشكلة انت كنتي اضخم من كده كنت تخينة او كان عندك زيادة في الوزن يعني مش زيادة اوي هو زيادة بزيادة هو كنت مية وعشر كيلو مية وعشر كيلو انا كنت سباحة واجالي قطع في الوطر فكيت فيه كنت منتخب مصر ووقفت سباحة اه في لحظة يعني مش انه بقى انا عادت في المنتخب لغاية سنة 2001 يعني انا مش صغيرة اوي بس مالوش على احنا منتكلم على المسألة اللي لها علاقة لا بالشكل ولا بالسن انا علاقة بالقرار انا كنت في المنتخب وجالي قطع في الوطر فكيت فيه فاتري توقف صدنلي باكل نفس بس مش بالعب نفس الحرق اللي كنت بحرقه في المنتخب تمرين سبحه بالليل فتخنت تخلي مش طبيعي وصلت المية وانشرة كيلو قعدت بقى عشر سنين عمالة بدور طب افت كاسة طب دكتور طب اي حاجة هيا مشكلة كلها وقتين جربت كل ادوية التخصيص كل حاجة الحاجة اللي ما كنتش دايما بقرارها انه اروح اعمل عملية يعني بحس انه لو لو عملت عملية دي حاجة مش هترجع تاني فانا معدتش المية في المية فخليني اقدي المية في المية الاول قعدنا كده كتير وبعدين في يوم كنت بتفرج على دي بيجس لوزر في امريكا تصيري على تشوف برنامج اه برنامج وعطي عيط معي ومحس انه اي دا بجد ان عايزة حد يخدني انا قرطي بتضعف مع الوقت يعني اسبوع اسبوعين ثلاثة التمتيشنز عالي قوي في البلد الخروجة الاساسية هنروح ناكل فين فوصغيرة ونفسي اكل زي صحابي وكل الكلام ده مش عارفة سيطر بجد مش عارفة سيطر حتة الورقة دي انا مش عارفة مش عليها فكنت بتفرج عليهم وبعاية معيهم اللي هو انا عايزة حد ياخدني يعزني يقفل علي وانا هلتزم بالتمرين وهلتزم بالاكل وهلتزم بكل حاجة اه مش عايزة مؤثر خارجي مش عايزة حاجة تغريك انك تكلف بالزبط عملت الكامب ابتديت الكامب كله على نفسي يعني عزلت نفسي واحد وعشرين يوم وقلت لهم طب خلاص انا هبتدي الكامب على نفسي عشان شوف انا هجيب نتيجة ولا لا ابتديت الماركتنج بلان بتاعتنا بالعكس لان انا كنت قادة بتكلم حد فاينالي في مصر بقى فيه كامب فرح بيقولي تا ما تروحي تكلمي نفسك يس ايوه سمعت كده وانت صح انا هبتدي الموضوع على نفسي وعزلت نفسي وصورنا فيديو وابتديت اخس المشوار كله مبتديه على نفسي مشروع زي كده عزة السمالي عشان تجي به مكان ويعني عملتي ايه عشان تعمليني مش بتكلم عن مشروع تجاري دلوقتي انا بتكلم على حاجة اسعادتك وخليتك تلاقي نفسك يعني خليك تبقي زي الستات اللي كانوا بترسم وتشوفي الجمال اللي جواكي طيب لا انا صراحة حكيت على اهلي او يعني في حاجة حصلت غلط انا معرفش همه وصخوا فيه ليه بس انا قلت لهم ان انا عايز اعمل قوي المشروع ده في مصر فجوم بيقولولي طيب قوللنا هنعمل ايه وبتاعة قلت لهم احنا تعالوا نشوف الريسورسز اللي عندنا ايه الامكانيات اللي معينا هم يمتلكوا ال 6600 متر مربع بالفيلا وانا قلت لهم خلاص انا هياخد المكان ده مش هنقجر من حد مش هنعمل اي حاجة من حد يعني هو اصل المكان هو فيلا لاهلك يعني بالزبط اه في مزرعة في مزرعة وكانت معزولة جدا وكنت انا اصلا بتخاني معهم من الاول بقولوهم انتوا ليه بتودونا وبتجيبوا ارض في حتة بعيدة وكنت معطردة جدا عن موضوع ليت ان ده البرفكت لوكيشن لو انت عايز تعزيلي حد يحافظ على صحته واللايفستايل بتاعته ويبتدي يغير فنومة الحياة بتاعه ده مكان مناسب جدا مقالك كم سنة احنا دخلين في 3 سنين يعني هنتم 3 سنين في شهر 12 ان شاء الله 3 شهور طيب هستأذنك يا نادا خلينا نسمع حكاية تانية نسمع حكاية نادية نادية خريجة جامعة